إلى وقت قريب كان فريق شباب الحناية خير سفير للكرة التلمسانية ويصنع الحدد قبل أن ترمي به المشاكل إلى القاع ويجد نفسه يصارع في القسم الجهوي وبفضل إرادة مسيرين شباب يحاولون إعادة الاعتبار للفريق رغم المعاناة من أزمة مالية خانقة الفريق بتشكيلة محلية نجح في الضفر باللقب الشتوي ويبقى أمله كبيرا في تحقيق الصعود رغم المعاناة الرئيس الفريق قام بالواجب ونحن كطاقم فني حضرنا اللعبين جيدا وتمشينا مباراة بمباراة والحمد لله ربي وفقنا مرحلة الذهب كانت صعبة كانوا كانوا في رقما معنا في الكورسة على البطولة الحمد لله عرفنا كيفاش نسير البطولة مقابلة بمقابلة وعرفنا كيفاش نحافظوا على الريتم متاعنا من أول جولة وينكلالت في الآخر بالبطول الشتوي وكما يقول لك الحمد لله على أني قلت رجعت للبيت التاعي الشباب الحناية والقضيت موسم خارج مدينة الحناية وشارف ليا كبير باش نعود نولي لها المدينة وينشاء الله كما يقول لك اللي كيف هديرها في رهاب بروميار وإنشاء الله نسير قد نحن يولينا بالأكسبيريونس تاعنا إن شاء الله قد نعاونوها باش إن شاء الله نفرحوا هاد المدينة إن شاء الله شباب الحناية فريق عريق يعاني في صمت ويصنع الاستثناء بولاية تلمسان من خلال احتلال المرتبة الأولى فهل من منقد